لقاءنا النهاردة إن شاء الله مع الامتحان التجريبي للغة الفرنسية اللي أصدرته وزارة التربية والتعليم هذا العام 2016 الامتحان من إعداد وشرح الأستاذ جمال عسكر معلم خبير اللغة الفرنسية محافظة الشرقية ونشوف الامتحان إن شاء الله مع بعض دلوقتي نبدأ مع بعض وثيقة الدرس موضوع الدرس بتاعنا موضوع الوثيقة عن استاذ فرنس Le Stade de France est inauguré le 28 janvier 1998 موسيقى الشباب لكي لا يبدو في المنزل من السنين يبدوهم تمثل التنية في الشعور بورد للمشارعات الموسيقى وبرد للمشاكل المشكلة هذا المنزل يكون في سن دنس في 1.5 مجموعة من باري في 7 مجموعة من نتردام يمكنك المنزل في المترو ومتر وممتر نبدأ مع بعض الأسئلة ونقول ممكن نقرأ هذا الحوار الإجابة الصح والكلام ده موجود عندنا في الوثيقة في آخر حاجة دي المجلة اللي نشرت المقال ده دي المجلة اللي نشرت المقال ده لستدفرانس اي كونستروي ان انشئة في عام طبعا هنا بالنسبة للأرقام الموجودة 1900 1800 1800 1900 الفاصل هنا او الفايصل في الحل هو ميل نوسون كاتر فان دي زويت لان ده رقم معناه احنا قلنا في الوثيقة انشئة سنة ميل نوسون كاتر فان دي زويت يعني الف وتسعمية تمانية وتسعين ودحل السؤال بتاعنا ميل نوسون كاتر فان دي زويت الف وتسعمية تمانية وتسعين قسون 3 كوب دي موند كاس العالم من 1998 ايليو اقيمة لست طبعا ايليم باردو الكلام ده موجود في الوثيقة ان فرنس في فرنس الوسائل المواصلات هنا المتاحة احنا قلناها ان بلزير موين ده ترانسبور ان بلزير موين ده ترانسبور في وسائل المواصلات متعددة زي ما احنا قلنا في الوثيقة عندنا ان بو ان بو يالي ان ميترو ان تران وان بيس وذفادي وسائل المواصلات المتاحة لزير سؤال سؤال ماتش دي لناغيراتي دي ستاد ايتي انتر طبعا الاجابة ايوه انا سامع الطلبة بتقولي فرنس اسباني بابين فرنسا و اسبانيا والكلام ده موجود عندنا في الوثيقة في البداية خالص عندنا هنا الفريقين فرنس اسباني انتراني احنا إحنا عندنا la lettre B السؤال B vrai ou fou وكيستيون نميرو 1 Le stade de France est fait pour le match de football seulement طبعا إحنا بنتفق إن كلمة سلمو معناها فقط ونطلع نتأكد من الوثيقة هنلاقي إجابات متنوعة للسؤال ده منها tout le grand match de football دي حاجة وكمان مخصصة les spectacles العروض les events moins spécieux الأحداث الخاصة وكمان مباراة أخرى غير كرة القدم زي رجبي يبقى إذن السؤال بتاعنا هنا هيبقى خطأ كيستيون 2 Le président François Hollande qui a inauguré ce stade لو طلعنا للوثيقة هنلاقي اسم رئيس آخر احنا اتفقنا جاك شيراك هو اللي افتتح الاستاذ يبقى الإجابة بتاعتنا هنا هتكون خطأ مش فرانسوا وولاند ولكن جاك شيراك كيستيون 2 وتروها النص اللي احنا قرنا من شوي هل بتكلم عن الرياضة بشكل عام في فرنسا طبعا الإجابة خاطئة برافو لأن هنا بنتكلم عن حدث الحدث ده متعلق بمكان هو le stade de France أو stade فرنسا كيستيون نميرو 4 on peut visiter le stade tous les jours ممكن نزور le stade كل الأيام الإجابة بتاعتنا هتكون بعد ما نطلع على الوثيقة الإجابة بتقول le stade اتوفير tous les jours على stade مفتوح كل الأيام وبالتالي الإجابة هنا هتبقى صحيح كيستيون نميرو 5 on peut assister ممكن نحضر à de grand spectacle au stade de France طبعا الإجابة صحيحة وعندنا ما يؤيد ذلك من الوثيقة احنا قلنا ممكن نحضر des even most sportif أحداث رياضية grand spectacle عروض كبرى وبالتالي إجابة السؤال الأخير ممكن نحضر spectacle عروض في stade فرنسا صح وبكده يبقى خلصنا الوثيقة ونلتقي بعد خليل إن شاء الله مع باقي الامتحان نكمل مع بعض الامتحان التجريبي لوزارة التربية والتعليم النموذج الأول ومعانا question numéro 2 choisissez la bonne réponse بور vous excusez d'une invitation vous pouvez dire excusez نعتزر invitation على الدعوة عندنا 3 إجابات لكن الإجابة الصح pardon je ne pourrai pas venir إجابة رقم ثلاثة الإجابة الأولى pardon monsieur je n'ai pas fait le devoir je viendrai avec plaisir d' بنعتبر ها ayوا bravo acceptation وليس excuse question 2 vous parlez de votre maladie vous dites au médecin هتقول للطبيب je m'al à la gorge vous avez vous mal je m'poupa joué طبعا لما يتكلم عن المرض بتاعي هقول je m'al à la gorge عندي احتقان في الزور question numéro 3 vous demandez à la réceptionist de vous réservez une chambre vous dites réservez moi une table pour deux personnes je voudrais réservez deux billets à l'oxor pourriez vous me réservez une chambre pour deux jours le gäbe est صح pourriez vous me réservez une chambre pour deux jours voilà هنا عرفت كلمة table يبقى ما تنفع شي كلمة b t z b b b b b b b so l'Ajabah c c haït c c c c 4 vous donnez votre vie sera match vous dit votre vie هنا التحبير عن الرأy يبقى لازم في صفة هقول ها علشان احكم بها على المباراة يبقى دي الإجابة الصحيحة اللي بتحتوي على صفة اللي هي أمبرتون أما الإجابة الأخيرة فدي سؤال عن الرأي والإجابة الأولى بتعبر بتقول جونينبا لسبور مالهاش علاقة بالموضوع خلص كده يبقى احنا خلصنا السؤال التاني كسيون تروى اللي بيانقاسم إلا جوزين نميرو آ كي بارل دان لفراز سويفانت شوازيسي لابون ريپانس وي الاختيارات بتاعتنا زي ما احنا عارفين السؤال دا في اختيارات ين مير ان وندر پروفیسور انترینور ميديسن السؤال رقم واحد طبعا احنا بنتعرف على السؤال هنا من كلمة كلمة تاي معناها مقاس يبقى الكلام متعلق ب ان وندر يبقى احنا رقم واحد وندر الكلام دا طبعا متعلق ب بي المبارا غنيه يكسب ستراتيجي خطة ايوه تمام يبقى انترینور نميرو 4 نميرو 5 ستراتيجي خطة ستراتيجي خطة احنا بنتعرف على السؤال يبقى انترینور احنا بنتعرف على السؤال دان زم مغازن دان للا كلاس ألائربور ومارشي ألوبيتال كستيون نميرو 1 أكلور إبريفي نوتر أمبركمو أمبركمو هنا معناها إخلاع يبقى السؤال بتاعنا إجابته هتكون ايوه تمام برافو عليك ألائربور كستيون 2 دوكتور جيمال أو دون دبوي دو جور دوكتور يبقى انت بخاطب الطبيب وفي مال ألم المكان ألوبيتال في المستشف 3 إلي يرى أن تست دو جرامير دومان تست جرامير كلمات بنسمحها دايما أيوه برافو دان للا كلاس 4 بيئي على كيس مادام كيس يعني الخزنة ويبقى الكلام ده بيتسمع أو بنقوله دانزان ماجازين برافو 5 أن كيلو دو تمات سيلفو بلي تمات كيلو كلمات بتقال أو مار شي يبقى دي الإجابة نمير 5 وكده يبقى احنا خلصنا الجزء التاني ونلتقي بعد قليل في الجزء الأخير من الامتحان ترجمة نانسي قنقر